أهلا بكم من جديد في حديث القاهرة خلينا أقول الساعات المرعبة لأي شاب أو بنت بيقدموا على وظيفة يقولوا إزاي حعدي المقابلة دي على خير طب لو اتسألت السؤال ده هجاوب إزاي حالة من الرعب لكن اجتيازها أحيانا بيكون سهل لو عرفنا الخطوط العريضة وعشان نعرف الخطوط العريضة إزاي تعمل سيفي صح وتعدي مقابلة شغل نجحة وتوصلك لهدفك وهو إنك تبقى فرد من المجموع اللي عايز تشتغل معها دي خلينا ناخد الكلام من خبير ضفنا صاحب عدد كبير جدا من الكتب وعلى رأسهم الكتاب المتخصص في موضوعنا النهاردة وهو فن إجراء المقابلة الشخصية معنا الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية أهلا بيك دكتور أهلا بيك وأنا سعيد بوجودة معك بجد شرفتنا جدا موضوع مهم جدا يعني عشان الأول أنا حبتدي من قبل ما روحي المقابلة هقولك السيفي السيفي أحيانا الماس بتبقى مترددة أحط صورة ما حطش صورة أحط الجمل للكلاشيهات اللي هي بتاعت أنا أجد التعامل تحت ضغط والعمل تحت ضغط والتعامل داخل مجموعة ولا ما حطهاش يعني أسئلة كده فنية بسيطة بس بتوتر وبتفرق عند المتلقي بتاع السيفي أو المعينة بتقاعدة ممكن تنبهنا الأهم النقطة؟ أهم نقطة فيه هو إزاي بتصوق نفسك مش السيفي بتاعك السيفي بتاعك ممكن يدي انطباع عنك ما هي هو ما هوش حقيقي ولما تيجي تتكلم فيبان في فجوة في الشخصية لازم تكون مستعد شخصيا قبل ما تكون مستعد بالورقة اللي هتقدمه لازم يبان عليك أنك أنت واسق من كل كلمة أنت بتقولها وأول نقطة كيف تكون مهندما مش متأنقا لأننا ممكن أشتغل شغلانا مش محتاجة ألبس يعني أشيك بدلة في العالم علشان أدخلها لكن أكون لابس اللبس اللي يتناسبه طبيعة الوظيفة لو هشتغل في مكان صناعي لازم ألبس الحاجة اللي تبقى مارينة إن شاء الله كاجول بس يبقى ده معناه أن أنا راجل عملي مش مجرد شكل لازم ده يتعلمه كل شاب قبل ما يدخل للمكان اللي هو هيقدم فيه رقم اتنين لازم ياخد باله من الألفاظ اللي بيقولها يعني ما يقولش مثلا في البداية إيه أنا أقدر أعمل كذا لأ لكن ممكن يقول أنا أستطيع تعاون مع حضرتكم في تحقيق اللي أنتوا عايزين وأنه أنتوا تتحققوه هنا بقى المسألة تفرق حكاية أنا 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 دي دي بتفسد العلاقة بيني وبين الشخص اللي بيقابلني من قبل ما تبدأ لأنه ده معناه أنه هو شايف نفسه حبتين وإحنا بقى مش عايزين الليلة دي يعني دايما نقول للشباب كده وأنا ما بقولكش تتواضع لدرجة أنك تسخف من قدرتك لكن خليك شديد التواضع وإنت بتجيب على أسئلتك يعني مثلا فيه سؤال أنا ما بحبوش أبدا لما بيجي الراجل يقوله تحب تاخد عندنا كامل إيه المرتب المتوقع لك تخف؟ مش كده؟ أحسن إجابة تتقال حتى للناس اللي عندها خبرة قبل كده أنا حبقى جزء من السيستم اللي أنتو حطينه حضرتك قولي أنا وظيفتي بتبقى إيه موتبة؟ لكن أنا مش جاي أسأل عليه أنا جاي أسأل أنا مكاني عندك وحيكون إيه؟ هي دي الإجابة الصحيحة لأنه ببساطة جديدة ما أنا ممكن أقول أي مبلغ فيقوم هو ردد عليها ويقول لي إيه؟ لأ إحنا عندنا ليحة طيب أنت سألت السؤال ده ليه؟ أنا ما بحبوش طيب أنت رائم بيسأله السؤال ده ليه؟ بيبقوا عايزين يشوفوا السقف بتاعه فين وهو هيطلب كامل ومعنى أنه يطلب مبلغ أكبر وأنا هقوله المبلغ الأقل يبقى ده معناه أنه هو مش هيتحمس الشغل معايا وده ما هو الصح لأن في الأول وفي الأخير هو جاء عشاني اشتغل بس عايز يثبت لنفسه وللي قدامه أنه هو القادر على كده ولو بدأ شغله بشيء من الكسل شوية غزبا عنه أو عدم المعرفة فتبصت لهم بدأوا يحكموا عليه حكم تاني إيه؟ سلبي ده ما كانش باين وانت بتطلب كذا وانت عايز المبلغ الفلان وأقولك بقى على حاجة أساسك كمين أطلب من الناس عدم المبلغة في راتب لسبب أنك لازم تدي نفسك مساحة تثبت ذاتك الأول وانت سيبك هتاخد إيه؟ لأن الفلوس ساعات بتيجي لوحدها يعني بتيجي لوحدها لما بيتباين جدارها لما بيتباين قوة غالبا الشركات بتقول إحنا حنجرب ثلاث شهور فترة تجربة فبالتالي بدناء على التجربة دي بنشوف حنعرف نشتغل مع بعضه وإيه حجم المرتب اللي أنت ممكن يبقى أكتر من توقعاتك جدا أو أقل بزرعة طيب حرجع تاني لنقطة سي في أربع نصايح عايز أخدهم إذا هعمل سي في أحط فيه إيه ومحطش فيه إيه؟ هتحط صورة حديثة وتكون مفاتش عليها أكتر من أسبوع وتكون مطبقة لما لمحك الحقيقية وتكون بس تكون أنت هادئ الطبع فيها يعني وأنت بتتصور ما تبقاش مجدود يعني لا تضحك أزد من لازم ولا أنت تبقى متجاهن رقم اتنين اتنين أنك ما تحطش اسمك ولا مؤهلتك في الأول حط ما أنجزته قبل ما تتقدم لقد عملت في المكان الفلاني وفلاني 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 والحطة الفلانية وهذه عناوين شغلي وهذه إنجازاتي ودي خبراتي ثم تضع اسمك وشهاداتك لأن الاسم والشهادة قبل الاسم أنا شايف دايما أنه أنت ما أنجزته مش ما حصلت عليه من شهادات الشهادات لا تعليم طب وإذا كنت مبتدئ لو مبتدئ بها تحط حاجتين الحاجة الأولى هتتكلم فيها عن كل هواياتك وكل الأشياء اللي أنت حضرتها أو الكروسات اللي أنت خدتها وبعد ما تخلصها خط اسمك وعنواتك لأن الاسم حضرتك أنا غير مسؤول عنه أنا تولدت لقيته طيب روح رقم ثلاثة رقم ثلاثة وده مهم جدا لا تتحدث باللغة الخبرة بالذات لو مبتدئة ما تقولش خبرتي لأن الخبرة يا فندم لا يتم وضعها لبعد التقاعد بعد سن الستين أقول أنا خبرتي كذا فبقى أستشاري في مكان لكن طالما أنا ممارس لعمل ما قلتش خبراتي ما لقول إيه ممارس لوظيفة سابقة أو تجربتي فيها كذا بس لكن ما قلتش خبرتي لأن معنى كلمة الخبرات تخيلها بيكتبوها كده برضو كجمل متعرف عليها الخبرات السابقة ما هو دعم الصحي فندم اللفظ ده خطأ لأن أنا حتى قلت كده في كتابي قلت لا تضع كلمة الخبرة أبدا في مقدمة أي عمل يكتبت تجارب السابقة أو ممارس عمل حاليا أنا ممكن أكون جاي وأنا بشتغل في حتة فأنا ليه ما أقولش أنا ممارس عمل أول ما بدخل لشان يباني أن أنا لازلت موجود على الصحيح يعني أحطت أول حاجة أنا ما زلت في إيه لأنها ممارس حاليا لكذا والتجارب السابقة هي عبارة عن كذا وكذا أو شيهاداتي بقى إيه رقم أربعة آخر حاجة ودي أهم حاجة بقى أنا أقدر أعمليه فأنا أجيد واحد واثنين واثنين ده مش موجود في السي في إن أنا مثلا بقول إيه أنا أجيد القياد وأقدر أضيف دي كمهارة ليه في العمل حتى لو أنا بشتغل في حاجة تانية اتنين أنا أجيد فن العلاقات أقدر إن أنا أعمل علاقات عامة جيدة بعرف أتكلم كويس إدوني مساحة أقدر إن أنا أخدم العملاء بشكل جيد يكتب كمان اللي هو كان نفسه يعمله إن أنا أقدر رقم ثلاث أنا أميل جدا إلى إن أنا أعد في المعارض أقابل الناس أنا أستطيع أن أكون أبائعا جيدا بشتغل محاسب بس نقدر أغير هذا الاتجاه هنا بقى صاحب العمل أو اللي بيقابله حيقوم حاطط عليه على 200 و3 قبل ما ياخد القرار هو شخص مرن ومشته بتبقى فيتفاضة أقدر أستفيد منه في أكتر من العمل يعني حتى لو الوظيفة دي آي بلأ أنا عايزة نصيحة دهبية للناس اللي بتحط خبرات أو معلومات ما هيش حقيقية إن فيه ناس بتلجئ إنها تحط حاجات مش حقيقية وتقول لهم إيه عايزة أقول لهم فلتكن نفسك أنت كده أصبحت بتخدع نفسك قبل ما بتخدع الناس ولما بتضع أشياء مش هتقدر عليها بتنكشف من أول أسبوع أو أسبوعين خاصة لو المكان اللي هتدخله أصحابه عن طوب خبرة في العمل اكتب اللي انت بتجيده بدقة وما تقولش حاجة معا ملتهاش لأن في يوم الأيام سيطلب منك إنك تعمل الحاجة اللي كتبتها ولكنك ستفشل فيها فلتكن نفسك مش حد تاني عظيم طب أنا عايز أقول لكم أن دكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية ما قالي في أكتر من 19 كتاب حيصني منهم مجموعة قريب فيه منهم واحد لفت نظري جدا حيسعدني أن أنا أشاركه هنا بعد مقرأة باستفادة في منقشة هذا الكتاب وهو عن العلاقات الخروج من العلاقات بلا خسائر الخروج من العلاقات بلا خسائر يا رب شوفي عمان قوي أنا بشكورك جدا جدا أنا بشكورك فانا دكتور طارق إلياس على كل المعلومات اللي اديت هل بجد نورت حديث شكرا طيب فاصل ولنا لقاء خاص جدا زي ما وعدناكم الجزء التاني من اللقاء مع المستشار عدلي حسين المرة دي هنتكلم عن محكمة العدل الدولية ما يحدث الآن قوته وإزاي نقدر نستفيد منه متوقعين منه إيه أسئلة مهمة لرجل خبير بعد الفاصل نقابله هنا في حديث القاهرة